على وقع الاستهداف الممنهج الذي تنفذه الجماعات الإرهابية بالميليشيا الحوثي وعناصر تنظيم القاعدة قام نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبيا لواعيد روس الزبيدي بزيارة ميدانية إلى محافظة أبيان أكد من وسطها على مواصلة القتال حتى انتزاع الإرهاب منها معرجا خلال زيارة على أسرة الشهيد عبداللطيف السيد الذي استجهد في المعركة الأخيرة ضد الإرهاب كما تفقد الأعمال الإنشائية في مشروع سد حسان الاستراتيجي والممول من دولة الإمارات الشقيقة زيارة نفذها اللواعيد روس الزبيدي نائب رئيس المجلس الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي إلى محافظة أبيان جاءت على وقع التحديات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية وعوانها من ميليشيات الحوثي إثر العمليات المتواصلة في الآوينة الأخيرة زيارة القائد الأعلى القوات المسلحة الجنوبية اللواء الزبيدي شهد فيها اللقاء التشوري الثاني لوجهات مشائخ قبائل أبيان الذي انعقد بمدينة زنجبار عاصمة المحافظة تحت الشعار معا لاجتثاث الإرهاب وأكد أمام هذه الحشود على مواصلة القتال حتى نزعفة لخطر التنظيمات الإرهابية وشدد على أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة مصيرية ووجودية ولا تراجع فيها وقال إن جميع أبناء الجنوب والإقليم والعالم إلى جانب أبناء أبيان حتى استئصال هذه الآفة الدخيلة على أبيان والمجتمع الجنوبي بشكل عام دور نضالي كبير لأبناء محافظة أبيان في جميع المنعطفات والمراحل التي مرت بها دولة الجنوب كان لابد لللواء الزبيدي أن يشيد بذلك الدور الذي وقف صامدا صمود الجبال أمام كهانوت إرهابي لا يعرف الرحمة فقة كبيرة للقيادة الجنوبية تجاه أبناء أبيان في أن يقولوا كلمتهم في هذه المرحلة المهمة حتى تستعيد محافظتهم دورها وقيمتها التي عرفها بها الجميع أهمنة مستقرة ومنتجة وللتأكيد على المضي قدما على نهج شهداء الذين ضحوا بأرواحهم لحماية الأرض الجنوبية الطاهرة تخللت زيارة اللواء الزبيدي إلى أبيان زيارة لأسرة الشهيد عبداللطيف السيد في منزله بمنطقة باتيس وأقدت زبيدي أن استشهاده لا يمثل خسارة لأسرته وذويه فقط ولكنه يمثل خسارة فادحة لأبيان والجنوب عامة وجدد العهد بالسير على نهج شهداء الجنوب حتى استئصال شأفة الإرهاب زيارة اللواء الزبيدي إلى محافظة أبيان تؤكد على اهتمام القيادة السياسية بالمحافظة وسعيها لتنال كافة استحقاقاتها من المشاريع التنموية والخدمية وإعادة الإعمار ومواصلة عمليات التطهير وتجفيف منابع الإرهاب من هذه المحافظة المعطاءة ترجمة نانسي قنقر